أهلا بيكم خليني نبتدي على طول مع الدوري المصري وفريق طلاقع الجيش اللي حقق فوزه مبارح على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمع الفرقتين مبارح على ستاد برج العرب في المنافسات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة دي فريق طلاقع الجيش بيرفع رصيده للنقطة 13 في المركز العاشر وتجمد رصيد المصري في المركز السادس غزل المحلة اتعادل مع فيوتشر بنتيجة 0-0 في المباراة اللي تلعبت بين الفرقتين بالأمس على ستاد المحلة ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بكده بيستمر فريق غزل المحلة في المركز الثلاثر برصيد 13 نقطة وفيوتشر في المركز السابع برصيد 16 نقطة البرتغالي كالوس كيراش المزير الفني للمنتخب الوطني أعلن أسماء اللاعبين المحترفين اللي حتنضم لقيمة الفرعنة استعداد لمواجهة السنغال في المباراة الفصلة المؤهلة لبطولة كاس العالم كيراش كتب على صفحاته الشخصية على تويتر وقال تصفيات كاس العالم مصر والسنغال هم دول اللاعبين التسعة المقيمين في الخارج اللي تم اختيارهم للقايمة المؤقتة كريم حافظ محمد النني محمد صلاح مصطفى فتحي مصطفى محمد أحمد حسن كوكا أحمد ياسر ريان محمود تريزيجي وعمر مرموش السناء المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الثاني على العالم لرجال السكواش ومحمد الشورباجي لاعب هليابلس والمصنف الثالث على العالم اتأهلوا للدور نصف النهائي في بطولة أوبتاسيا لرجال السكواش واللي بتستضيفها ملاعب نادي ويمبلدن في العاصمة الإنجليزية لندن ومانشستر سيتي اتعادل مع فريق سبورت انجليش مونة بنتيجة 0-0 خلال المباراة اللي تلعبت انبارح على استاد الاتحاد في لقاء العودة من دور الستاشر في مسبق الدوري أبطال أوروبا بالنتيجة دي اتأهل نادي مانشستر سيتي للدور ربع النهائي في بطول الدوري أبطال أوروبا واستفاد من الخماسية القوية اللي حققها في مباراة الزهاب واحنا لسه مع الكورة العالمية وفريق ليو الفرنسي اللي فاز على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي تلعبت انبارح على ملعب الدراجا وضمن المنافسات ذهاب دور الستاشر في بطولة الدوري الأوروبي هدف المباراة الوحيد حصل عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة 59 من المباراة والمفروض الفرقتين حيواجهوا بعض في مباراة العودة في فرنسا يوم الخميس الجاي على ملعب جروباما ستيديم فريق ريال بتيس خسر من فريق انتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم من بارح في زهاب دور الستاشر في الدوري الأوروبي وفريق ريال مادريد الإسباني حقق ريمونتادة تاريخية على حساب باريس سان جرما الفرنسي بعد ما فاز عليه بنتيجة 3-1 في القمة اللي جمعت بين الفرقتين في منافسات لقاء العودة في دور الستاشر لمسابق الدوري أبطال أوروبا اتقدم النجم الشاب كيريا نمبابي لباريس سان جرما في دقيقة 39 من خلال انفراد بالمرمة عشان يسددها ببراعة وفي الشوط الثاني رجع ريال مادريد للمباراة من خلال هاتريك للنجم الفرنسي كارين بنزيمة في الدقائق 61-76-78 على الترتيب وبكده أصبحت نتيجة المباراة في العودة 3-1 مجموعة المباراتين لو حسبناهم حنلاقي ريال مادريد بيفوز بنتيجة 3-2 وبيتأهل الدور ربع النهائي أخبرنا الرياضية خلصت خلينا نرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شزلي وهدير اتفضل يا شزلي